أطلقت أمانة المدينة المنورة مخططها الإعلاني الذي يهدف إلى المحافظة على هوية المدينة وعلى توفير فرص استثمارية لاستقطاب استثمارات نوعية في مجال الإعلانات الخارجية للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موقع هذا الحدث في المدينة المنورة الزميلنا مراسل الإخبارية هناك وإن رفيق وإن أهلا بك سلامنا عليك سلامنا على المصطفى صلى الله عليه وسلم في طيبة طيبة ما المقصود بهذا العمل الذي تنجزه الآن أمانة المدينة المنورة خاصة فيما يخص الإعلانات أهلا أستاذ جبريل وعليك السلام وعلى المشاهدين الكرام مشاهدي الإخبارية في هذه النشرة من المدينة المنورة حيث أطلقت أمانة المدينة المنورة فرصا استثمارية خلال الأيام الماضية خاصة بالمخطط الإعلاني الجديد والذي تم تجشينه مؤخرا هذا المخطط يرتكز إلى دعم مشاريع الإيرادات أو نظام مشاريع الإيرادات فيه وسيسهم في زيادة الإيرادات لأمانة المدينة المنورة أيضا هذا البرنامج يدعم الفرص لنموء شكل الإعلاني والإعلان التجاري الجديد في المدينة المنورة طبعا يرتكز هذا المشروع على ثلاث أهداف الهدف الأول هو توفير بيئة استثمارية جاذبة للمدينة المنورة من خلال استقطاب عدد من الشركات الإعلانية على مستوى المملكة بل الشرق الأوسط ليساهموا في عملية الإعلان في هذه المواقع الاستثمارية والتي ستدر بإذن الله تعالى أموالا جيدة على أمانات المدينة المنورة فبالتالي سيكون هناك حراك للمشاريع التنموية في المنطقة أيضا إضافة هوية إعلانية للمدينة المنورة والحفاظ على هوية المدينة وقدصيتها أمانة المدينة المنورة بهذه المناسبة ستقوم بإطلاق مسابقة كبرى في المنطقة هذه المسابقة ستكون جوائزها لأفضل تصميم إعلاني وموقع إعلاني في المدينة المنورة أيضا أعلنت أمانة المدينة المنورة من جهة أخرى بأنه سيتم طرح ثمان فرص استثمارية مدة استثمار العقود في هذه المواقع خمس سنوات وهناك فرصة واحدة لمدة عشر سنوات المدينة المنورة لا يخفى عليكم أستاذ جبريل بأنها تستقبل الكثير من الزوار والعمار على مدار العام لا يقل عن ثمان ملايين زائر وحاج يزورون المدينة المنورة طوال العام وأيضا إن شاء الله تعالى من خلال تحقق الرؤية في عشرين ثلاثين سيكون هناك أكثر من ثلاثين مليون زائر لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فبالتالي أمانة المدينة المنورة تقوم بالعديد والكثير من المشاريع هنا وهناك لاستقبال هذه الأعداد هنا في المدينة المنورة في أجواء جميلة أيضا في عدم تشوه بصري في رؤية بصرية جميلة في جميع الطرق والميادين في مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طيب وائل يعني ما علاقة موقعك الآن يعني حدثنا عن موقعك اللي أنت فيه هل له علاقة بهذه الحملة الإعلامية والإعلانية للأمانة ولا فقط اختيار موقع للحديث عن المدينة نعم نحن الآن في داخل أسوار حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة ممكن المصور الآن يعطينا صورة عن هذه الحديقة طبعا بعد تطوير أمانة المدينة المنورة مؤخرا لهذه الحديقة الجميلة والتي يزيد عدد كيلوهات في مساحتها إلى أكثر من 2 مليون كيلو متر طبعا الحديقة قد جهزت بالكامل وهي إحدى المشاريع التنموية والحضارية والترفيهية في المدينة المنورة التي تم تتشينها مؤخرا وحقيقة هناك مساعدة كبيرة مع المشي في هذه الأيام خاصة وجود موقع مخصص للمشي في هذه الأيام وبسط هذه الجمالية في الشكل وأيضا في الخدمات المقدمة شكرا جزيلا إذن لك وايل وتمنياتنا للمدينة المقدسة الكريمة المحبيبة على قلوب الجميع أن تكون دائما في مقدمة المدن شكرا لزميلنا مراسل الإخبارية الزميل وائل رفيق كان يتحدث معنا من حديقة الملك فهد في المدينة المنورة